السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبت الصف الخامس اللي ابتدائي النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو هنبدأ الوحدة التمنى احنا خلصنا الوحدة السبع على الفيديو اللي فات وحلينا عليها امتحان وطبعا عملنا اكتر من فيديو بالدروس بتاعة الوحدة السبع والفيديو الاخير كان مراجعة وحل امتحان على الوحدة السبع واي حاجة برضو انتم محتاجينها ممكن نرجع لها عادي واشرح حلقه بس اكتبوها لي في التعليقات حبايبي اللي اول مرة يشوفوني في القناة انا مجمع منهج سنة خمسة كله ترمأ اول وتاني في القناة في قوائم التشغيل عنوان كده في العنوان اللي فوق نضغطوا عليه هتلاقوا قيم التشغيل مكتوب عليها الصف الخامس لفدائي ونبدأ الفيديو بسم الله بس قبل ما ابدأ اتمنى اللي ما اشتركت في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله الوحدة التمنى يا حبايبي صفحة 35 في كتاب بيت باي بيت عنوان الوحدة ادزا سفاري بارك ادزا سفاري بارك في حديقة سفاري اول حاجة هنعملها زي ما احنا متعودين هنقرأ الكلمات وننطق الكلمات مرة واثنين عشان حبايبي اللي هم بيلاقوا صعوبة في نطق الكلمات وهنقرأ الأفعال والكلمات وبعد كده هنشرح القاعدة اللي في الدرس طبعا المعنى بالعربي مكتوب بقصات كل كلمة كيرفل سكيري كيوت مانكي ماوس ليزارد سفاري بارك كويك كويك يعني أسرع لما قولي كويك وبعدها عالم التعجب ده فعله أمر أسرع ده كلمة للتعجب مش كلمة لها معنى يعني ده صوت كده بيتعمل كل التعجب جسوة خمن ماذا جسوة جس يعني يخمن يا حبيبي حفظوا لي كلمة جس دي بمعنى يخمن جو اوي جو اوي انزا كار انزا كار شات زا ويندو شات زا ويندو كلمة شات عكس اوبن تيكا بيكتشر تيكا بيكتشر بي فيري كارفول بي دي يعني كون جاي من ايه بي دي المصدر بتاع فعلي يكون لما نيجي نصرفه بيبقى في المدارع ام او از او ار وفي الماضي ووز او وير انما المصدر بتاع فعلي يكون من غير تصريف هو بي طبعا اي في جملة امر او فعل امر بيبدأ بالمصدر الفعل في المصدر هاشرحه لكم النهاردة كون حريص بي فيري كارفول طيب بالنسبة للافعال المدارع والماضي طبعا هنا الافعال المنتظمة زي ما اتفقنا اللي هي لما اجي اجيب الماضي بتاعها بضيف دي او اي دي وهنا الافعال الغير منتظمة اللي لما اجي اجيب الماضي بتاعها شكل الفعل بيتغير ما بحطش اي دي ولا اي دي جس جسد وري ورد جامب جامبت هنا بقى الافعال الغير منتظمة شط شط هيرت هيرت تيل طولد ليف ليفت تيك ابيكتشار توك ابيكتشار طيب حبيبي التعبيرات المهمة في الدرس هو بقولك read and leer اقرأ وتعلم دي التعبيرات المهمة في الدرس تمام يا ريت لو في تعبير فيها انتو مش عارفينه احفظوه طالعا تمام كده داد جسوة خم الميزة there is a monkey on the car كلمة there is انا هقولكو على الحاجات المهمة في التعبيرات دي كلمة جس يعني يخم تمام there is يعني يوجد للمضارع ولو قلنا كان يوجد في الماضي there was there is يعني يوجد للمفرد quick quick يعني اسرع بعدها علامة تعجب شط زا ويندو برضو فعل امر اغلق الشباك شط زا ويندو oh it's cute انه جميل او جذاب it's cute it's not cute هي مش جميلة ولا جذابة it's scary انه مفزع او مرعب don't worry من التعبيرات المهمة جدا don't worry يعني لا تقلق i won't hurt you don't worry i won't hurt you انا مش هأزيك want دي اللي هي will not النفي بتاعه ال w i ll اللي هي سوفة هناخدها برضو النهاردة في القاعدة i am going to take a picture انا سوفة التقت صورة واحد يسألني يقول لي ده go on go to معناها يذهب الى لا احنا خدنا go on go to من الاول بمعنى سوفة بس لو جيب بعدها الفعل في المصدر لو جيب بعدها الفعل في المصدر يبقى معناها سوفة i am going to take a picture be very careful كن حريص oh it's going away تمام يبقى دي التعبيرات المهمة في الدرس الاول صفحة 37 language notes واتفقنا قبل كده يا حبيبي ان language notes يعني ملاحظات لغوية اللي هي القاعدة بتاعة الدرس هنشرح الجملة الامرية او الفعل الامر الجملة الامرية بتبدأ بفعل في المصدر يعني shut the window open your book ما اقولش اي ولا هي ولا شي ولا احمد ولا علي ولا مونة قبلها لأ بتبدأ بفعل في المصدر shut the window open your book open your book shut the window الفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات تمام كده لما اجي ان في اقول don't مع اي حد بقى بكلم واحد بكلم عشرة بكلم ولد بكلم بنت مع اي حد لازم انفي بدونت don't worry don't throw paper in the street ما ترميش الورق في الشارع don't worry لا تقلب تمام يبقى الفعل الامر بيبدأ بفعل في المصدر الجملة الامرية بتبدأ بفعل في المصدر بدون اي اضافات ولما باجي انفيها مع اي فعل اي ان كان الفاعل او اي ان كان الشخص اللي بكلمه بان في بدونت تمام كده طيب الجزء التاني في القاعدة اللي هو will يعني سوفة w i l l اهي will d يا حبيبي باختصرها لابصرف l l ولازم يجي بعدها الفعل في المصدر i'll go to the safari park انا هروح حديقة سفارة i'll i'll ممكن اقول لو حد قال اي will عادي مهيش مشاكل she will visit her aunt next week هي هتزور خلتها next week او عمتها تمام كده يا حبيبي لسبوع القادم لسبوع القادم مستقبل ما هي سوفة ديك ما بيستخدمهاش غير في زمن المستقبل طيب عشانا فيها احنا قلنا will not قالك بقى بتدمك كده وتبقى كلمة واحدة won't وطبعا برضو بعدها الفعل في المصدر خلاص يقولك ايه it won't hurt you هي مش هتأذيك it won't طبعا لو حاجة غير عاكل حيوان يعني او حاجة it won't hurt you دي كلمة دي نطقها hurt يبقى will اختصارها ابصرف l l will not اختصارها won't والاتنين بييجي بعدهم الفعل في المصدر طيب لو حبينا نحل التمارين اللي هي على listen one في صفحة 38 طبعا ده listening اتفقنا محادسة listening بعد كده الكلمة المختلفة اربع كلمات منهم كلمة مختلفة ها نقرأ بسرعة عشان الفيديو ما يطولش door window bed shot ايه الكلمة المختلفة هنا يا حبيبي ها door window bed shot شات ده فعل يغلق وكل دي اسماء يبقى انا محتاجة هنا احط دايرة على شط ومحتاجة اسم زي دول وليكن مثلا table chair هنا تمام طيب bike car scary taxi كلها وسائل مواصلات معادة scary مرعب احط دايرة على scary واجيب هنا وسيلة مواصلات والتاكن bus او plane train scary barc cute careful careful حريص وكيوت ها جميل او جذاب وسكيري مرعب كلها صفات معادة barc هي لمكان يبقى دايرة على barc واجيب هنا ها اي صفة هنا ولتكن مثلا wonderful beautiful اي صفة من اللي احنا اخدناها احطها هنا picture shot worry heart كلها افعال shot worry heart معادة بيكتشار صورة يبقى بيكتشار هي المختلفة واجيب هنا فعل هنا وليكن ايه مثلا jump من اللي احنا اخدناه lizard monkey dead ماوس كلها حيوانات معادة داد احط دايرة على داد واجيب هنا اي حيوان من اللي احنا اخدناه وهكذا تمام يا حبيبي طيب تعالوا معايا التمرين اللي بعد كده في صفحة 39 قطعة وهنكملها من الكلمات اللي فوق نقرأ القطعة الاول زي ما تفعنا قبل ما نكملها نادية عند هيرفوزر like animals they went to the a park by car there was a كان يوجد اللي قلتلكوا عليها الماضي بتاع there is كان يوجد a on here father's car نادية نقط the window the monkey was a and went away قرينا القطعة نبدأ بقى نجيب الكلمات من فوق نادية عند هيرفوزر like animals they went to the زي ايه راحوا حديقة سفاري يبقى اول واحدة سفاري اللي هي دي by car there was a on here father's car كان في ايه على عربية باباها monkey herd هحطوا هنا number two نادية قفلت الشباك يبقى نادية ايه نادية شط the monkey was a المنكي حصل له ايه بقى was scary خلاص and went away تبهم كده وهنا هحط كلمة scary كده اصبح عندي فيه كلمة زيادة اللي هي كلمة ايه guess محتاج نهيش تعالوا معايا بقى على التمرين الجميل والمهم جدا اللي هو rearrange رتب هنبدأ بالكلمة طبعا اللي تحتها خط it will not hurt you it will not hurt you طيب quick اسرع shut the window اقفل الشباك shut the window طيب سفاري visited barc زا we وي يبقى لازم فعل بعدها على طول we visited زا سفاري بارك i am i am going to bravo i am going to take a picture انا سوف الطقت صورة التمرين اللي بعد كده look at the paragraph sorry look and write a paragraph of five sentence بصة على الصورة واكتب باراجراف من خمس جمل طبعا الصورة واضحة جدا ممكن اكتب عليها جمل كتير يعني مثلا انا راكب عربية مع بابايا ومامتي واختي تمام يعني ماي فاميلي عيلتي هقول ايه yesterday i went to the safari barc by with my family ادي اول جملة we went by car احنا روحنا بالعربية تاني جملة there was اه دي كان العربية دي ايه there was a monkey on my our car او on the car كان فيه اردع العربية طبعا هنجيب جمل من بيجيب لك دايما الامتحان بيبقى حال البعض يعني ممكن تستفيد من القطعة بجمل في البراغراف فاهمني او جمل من المحادسة ممكن تستفيد منها في البراغراف ده تمام يا حبيبي طيب ممكن نقول ايه كمان we saw a lot of animals شوفنا حيوانات كتير we enjoyed our day احنا استمتعنا بيومنا we went back home in the evening رجعنا البيت بالليل ففيه جمل كتير تكتبها ومش شرط مثلا ان الجمل تكون بس على العربية لا لا شايفها لا تكتب موضوع عام انت كنت رايح فين تكتب بقى جمل وتكتب رحنا ركبين ايه رحنا امتى الساعة كام رجعنا امتى استمتعنا باليوم بتاعنا وهكذا السؤال الاخير اللي هو البنكة ويشن الترقيم it won't hurt you it طبعا الاي بتاعة it وبعدين الابصرف بتاعة it won't وبعدين هبا اله هو عاملها وفي الاخر نقطة طيب did بدد يبقى سؤال على طول يبقى في الاخر ولا مغمض علامة استفهام دد دي بتاعة did والإيه بتاعة احمد تمام وفي الاخر علامة استفهام بكده نكون شرحنا الدرس الاول وحلينا على التمرين اتمنى تكونوا استفدتوا وتعملوا share للفيديو لايك لو عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته